بايدن خارج السباق الرئاسي، خطوة فاجأت محيطه في البيت الأبيض وحتى حملته الانتخابية والولايات المتحدة بأسرها. الرئيس الأمريكي والمرشح الديمقراطي قرر عدم خوض الانتخابات من أجل ولاية رئاسية ثانية، وقال إن انسحابه سيصب في مصلحة الحزب الديمقراطي والبلاد. بايدن انسحب ولكنه رشح نائبته كامالا هارس للسباق الانتخابي سعياً لمنافسة دونالد ترامب، ودعا الحزب الديمقراطي لدعمها. العديد من أعضاء الحزب رحبوا بالخطوة مشيدين بتاريخ الرئيس، ولم يحدث من قبل أن انسحب رئيس أمريكي ومرشح محتمل من السباق في وقت متأخر جداً من هذه العملية. ويؤكد قرار بايدن خطورة الأزمة التي أحاطت بحملته بعد أدائه الكارثي في المناظرة مع ترامب. وأثار تمسكه بعدم الانسحاب قبل قراره الأخير جدلاً حاداً شطر الحزب إلى قسمين بين مؤيد ومعارض له. وظهرت مؤشرات على أن الديمقراطيين هم الذين يهددون الديمقراطية في حزبهم في تناقض مع حديثهم عن التهديدات التي تواجه الديمقراطية في البلاد. يأتي ذلك عقب نجاح مجموعة من النواب الديمقراطيين والمانحين ورجال الأعمال والأثرياء بجانب وسائل الأعلام في دفع بايدن إلى الانسحاب بعدما أعربوا عن قلقهم بشأن قدرته الصحية والإدراكية ومدى قدرته على هزيمة ترامب وقيادة البلاد لمدة أربع سنوات أخرى. ضغوط جاءت برغم أن بايدن حصل على غالبية الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. وانسحب بايدن ليترك الحزب مجدداً في حالة انقساماً بين مؤيد ومعارضاً لكمال هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي. في عملية ستثير مزيداً من النقاشات الساخنة داخل كواليس الحزب الأزرق قبل انعقاد مؤتمره المقبل.